تجميد بناء المستوطنات لن يبقى على حاله وإسرائيل دولة لليهود وعلى الفلسطينيين قبول بذلك بهذا الإعلان اختتم رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو اجتماع حكومته الأسبوعي وكرر كلام ذاته بعد محادثاته مع مبعوث الربعية الدولية طوني بلير ليضاف إلى محادثات السلام الوليدة خلاف جديد بدأت ملامح تحكيره لصفو الجولة الثانية من المفاوضات في شرم الشيخ بالظهور فما اعتبره نتنياهو اعترافا شخصيا منه بحقوق الفلسطينيين مقابل يهودية إسرائيل وإبقاء جزئيا على حظر بناء المستوطنات لم يكن محلة ارحاب من الجانب الفلسطيني فالسلطة التي لا يبدو أنها تملك من الأوراق إلا التهديد بالانسحاب في حال رفع الحظر على بناء المستوطنات ترى استحالة في الجمع بين الاستيطان ويهودية الدولة والسلام على إسرائيل وقف كل أشكال الأنشطة الاستيطانية لإعطاء فرصة للمحادثات المرجوة منها التوصل إلى إنهاء الاحتلال والعودة إلى السلام وأي نشاط استيطاني إسرائيلي سيقوض محادثات السلام الفلسطينية الإسرائيلية الجديدة لم تعلق رعيات المحادثات المباشرة على التصريحات الإسرائيلية بل اكتفت بحد الفلسطينيين على إبداء ما تراه مرونة مطلوبة لإنجاح عملية تفاوضية لا يبدو طرفاها متفقين على أولوياتها فالأمن وهوية الدولة القومية مطالب لا تريد تل أبيب التنازل عنها لاعتبارات أقلها انفراط عقد حكومة اليمين والحدود والأرض واللاجئون والقدس وقضية المستوطنات قضايا لا تقدر السلطة على التفريط بها حيدر الخير بي بي سي